أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسعد الله منامكم إن شاء الله النهاردة في لقاءنا مع بعض هنتكلم عن نوع جديد من الرؤى وهو إن الرأي يشوف رؤية في المنام مثل شعبي أو يسمعه أو حتى يقوله وفي الحقيقة إن إحنا ما نقدرش نستبعد الأمثال الشعبية من الرؤى في المنام وخاصة إن في ناس في الحقيقة معضية حياتها بالأمثال الشعبية وبالتالي هي موجودة في حياتنا أكيد ما نقدرش نستبعدها من منامنا وفي الغالب بيبقى الرأي في الحقيقة عنده معتقدات في الأمثال الشعبية بس لازم نخلي بالنا عشان فيه أمثال الشعبية مش صح علشان فيها اعتراض على عمر الله وأنا أكيد مش هذكرها في تفسيرات الرؤى بس هذكر واحد منها كمثال فقط عشان نبين إنها اعتراض على عمر الله زي ما المثل ما بيقول يدي الحلق للي بلا ودان والمثل ده فيه اعتراض على عمر الله لإن الله يرزق من يشاء بغير حساب فما لناش دعوة لي ودان ولا من غير ودان على العموم نبدأ مع بعض تفسير الرؤى اللي بيبقى فيها أمثال شعبية وأول رؤية لنا مع بعض إن هو شاب أعزم ناوي على الجواز وشاف أو سمع المثل اللي بيقول اقلب الإدرع على فمها تطلع البنت لأمها فدي دلالة ليه إنه لازم يدرس الموضوع كويس جدا وإنه يتابع أم الفتاة اللي هو ناوي يرتبط بيها ويشوف إن كانت منظمة ولا مهملة متسلطة ولا طيبة علشان الرؤية بتقوله إن العروسة اللي انت ناوي عليها فيها صفات كتير قوي من والدتها والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وأسعد الله منامك طيب إن المرأة الحامل شافت رؤية في المنام المثل الشعبي اللي بيقول ابن الوز عوام فدي دلالة لحاجتين أول حاجة إن زوجها راجل ربنا سبحانه وتعالى موفقه في حياته العملية وإن إن شاء الله هناك هتجيب مولود أيا كان بقى زكر أو أنثى يحمل نفس مقيس الأب ويكون ناجح في حياته العملية إن شاء الله طيب إن الرأي شاف رؤية في المنام المثل الشعبي أو حتى قاله أو سمعه وهو إديني عمر ورميني في البحر فنقوله إن دي دلالة ليه إن إن شاء الله العمر الطويل وكمان عمره هيبى مليان بالرزق والخيارات لإن البحر كله رزق والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم أسعد الله منامكم طيب إن الرأي وإن كان رجل وليه بنت عزباء وشاف رؤية في المنام المثل الشعبي أخطب لبنتك وما تخطبش لابنك فدي دلالة ليه على إن الأيام اللي جاية دي إن شاء الله سبحانه وتعالى فيه عريس هيجي ويتقدم لخطوبة بنته إن شاء الله قول يا رب أمين طيب إن أي حد وأي حد يعني كل الناس شاف رؤية في المنام المثل الشعبي اللي بيقول إن كان فيه الخير مكان رماه الطير يبقى دي دلالة صاحب الرؤية تحذيرية إن فيه موضوع أنت مقبل عليه في الحقيقة بس بلاش منه لإن ما فيهوش خير ليك وبالتالي يبقى بالعكس ممكن يكون فيه شر ليك فإحذر ويبعد عنه واسمع الكلام ما تمشيش وراء هواك ومزاجك ومتمشيش وراء طيرك والله سبحانه وتعالى أضره وأعلم وأسعد الله دائما منامكم طيب إن شاف الرأي رؤية في المنام المثل الشعبي اللي بيقول نام على الجنب اللي يريحك فنقوله إن شاء الله دي دلالة ليك إن الأيام اللي جاية أمن واستقرار وكمان إن شاء الله سبحانه وتعالى راحة ليك وكمان الراحة اللي أنت كنت بتتمناها ومحدش عارف أنت بتتمنى إيه إلا أنت طيب إن حد شاف رؤية في المنام المثل للشعب اللي بيقول نموسيتك كحلي يبقى دي دلالة ليه على إنه شخص كسول شوية ولازم يجري على أكل عيشه قبل ما تروح منه الفرص اللي جاية له زي كده من النهار راح منه والله سبحانه وتعالى أضره وأعلم وأسعد الله منامكم طيب إن الرأي شاف المنام رؤية المثل الشعبي اللي بيقول اللي فات مات نقول له إن شاء الله دي بشرة ليك إنك كنت في الحقيقة عندك هموم كتير وإن الله سبحانه وتعالى بعت لك يقول لك إن إن شاء الله إن الهموم دي هتزول وهتموت وهكيد طالما هتزول وهتموت هيبقى ليها بديل والبديل ده تغيير أحوال وإن شاء الله يبقى تغيير الأحوال للأحسن طيب آخر رؤية لنا مع بعض اللقاء ده هي إن أي حد يشوف رؤية في المنام المثل الشعبي اللي بيقول اللي ييجي في الريش بقشيش فنقول له إن دي دي لالا ليك إنك تتحصن بالثلاث معوزات وقاية الكرسي علشان فيه نعمة أنت فيها وناس كتير حزداك عليها بس الحمد لله عدت النبادي على خير وجد في الريش وربنا سبحانه وتعالى نجاك من عيون الناس حصن نفسك ما تستناش اللي جايه واسبق حسادك بتحصين نفسك والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم أسعد الله منامكم وكده أكون انتهيت من تفسير رؤية الأمثال الشعبية في المنام وكده نكون وصلنا لآخر اللقاء ولكن لسه لنا لقاءات كتير مع بعض لتفسير الرؤى ومواضيع جديدة ومواضيع كتيرة ما بتخلاش بس أحب أقولكم قبل إلى اللقاء أحب أقول أسعد الله منامكم وبعدين أقول إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 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 ترجمة نانسي قنقر